في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتنمية الوعي القومي لدى المواطنين وتعرفهم بالتاريخ العسكري المجيد للقوات المسلحة وأعلاء قيم الولاء والانتماء لمصر نظمت القوات المسلحة زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة 2030 لبانورام حرب أكتوبر وذلك لتوعية النشأ وترسيخ للهوية المصرية بدأت الزيارة بعرض لفيم بعنوان الصمود والتحدي حول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف بعد عام 67 واستعدادا لمعركة النصر كما شهد وفد فريق البراعم والشباب عرضا عن منحمة العبور وتكسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام من جانبه أعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لما تبذله من جهود لرفع شأن الوطن وأكد أيضا أن تلك الزيارة تأتي لحث الشباب على ضرورة تضافر جهود المصريين للدفاع عن بلادهم ووصولا لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ الهوية المصرية عبر التاريخ وتأكيدا على دور القوات المسلحة والبطولات التي تم إنجازها وترسيخ الانتماء والتنوير للشارع المصرية ترجمة نانسي قنقر